أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين ثم بيّن الله عز وجل المحرمات التي حصرها إنما حرم عليكم لاحظوا الحصر هنا إنما للحصر فهو ما حرم إلا شيئا يسيرا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم قد يسأل سائل فيقول ليست هذه المحرمات فقط في الشرع فكيف حصرها الله تعالى هنا هنا حصر إنما حرم عليكم كذا وكذا 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 فقط ما سوها مباح فأين الخمر وأين الخنزين عفوا الخنزين المذكور أين الأمور المحرمة الأخرى نقول وهي لفتة مهمة أن الله عز وجل حرم هنا وبيّن أصول المحرمات أصول المحرمات التي استباحها المشركون من الطيبات التي استباحها المشركون من الطيبات وهي المتعلقة بجناب التوحيد هذه مهمة في معنى هذه الآية يعني هذه المحرمات هي التي أحلها المشركون وهي محرمة في دين الله وهي متعلقة بالعقيدة والتوحيد إظهارا بكمال الشريعة وردا على المشركين وتعريضا بهم فهي ليست جامعة للمحرمات وإنما هي للأصول المحرمات المستباحة المتعلقة بالعقيدة المراد بالمحرمات المذكورة في هذه الآية أولا هو ذكر الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله به لغير الله فأما الدم أو الميتة فهي كل ما مات دون ذكات وكل ما مات دون ذكات مما له نفس سائلة يعني له دم واستثنى منها ميتتان ما هما الحوت والجرات فالحوت أي السمك والجرات هذا يجوز أكل ميتته بمعنى لو وجد الإنسان سمكة على الشاطئ قال قذفها البحر فيجوز أكلها وإن لم يصيدها وكذلك الجرات أما وجد تحريمها فالله أحكم وأعلم فهو العالم بحقيقة ما يصلح للأبدان لأبدان بني آدم وما لا يصلح وما يظهر من الحكمة في هذا ما فيها من وصف الخبث ولهذا فإن الطباعة السليمة تستقذرها تستقذر الميتة وفهي مقابل الطيبات وأيضا غالبة الضرر فيها فإما أن تكون هي ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره والموت الفاجئ يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم أما الدم فهو المقصود به الدم المسفوح لتقييد الآية بآية الأخرى في قوله أو دم مسفوحا في سورة الأنعام أما وجه تحريمه فالله تعالى علم والذي يظهر في ذلك أن فيه الخبث من حيث أنه مما تستقذره النفوس عادة لاحظوا تستقذره النفوس فليست من الطيبات ثم أيضا لماذا خص المسفوح من يذكر هذا فيه علة خص المسفوح أيها الأخوة لأن ضرره ظاهر من حيث أن شربه يورث ضرارة أو ضراوة وفوران في الإنسان فتغلض طباعه ويصير كالحيوان المفترس وهذا منافل لمقاصد الشريعة لأنها جاءت لإتمام مكانا من الأخلاق والسماحة واليسر والرحمة وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية والصفات البهيمية ولذلك قيد بالمسفوح لأنه في حال هيجان وحرارة وكثرة لو تناوله الإنسان لا ظهر آثاره ذلك لا شك أن الدم المسفوح فيه هيجان وقت الذبيحة تجد الذبيحة في غاية ضرواتها وهيجانها فالدم يخرج منها بهيجان فهذا والله تعالى عالم سبب ذلك وشيخ الإسلام يبين هذا يقول حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس البشرية مجمع قوى النفس البشرية الشهوية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو مجر الشيطان من البدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجر الدم فحرم لذلك أما الخزير فهو حيان معروف ووجه تخصيص لحمه مع أن سائر أجزائه في حكمه باتفاق العلماء فلأن المقصود منه الذين يحلونه لحمه فحرم لحمه خصه ولأن معظم الانتفاع متعلق به وأما تحريمه في الأسباب والله تعالى علم بها منها أنه خبيث من حيث أنه يتناول القاذورات كل من اغتذا بجسمه بجسمانية نجسة فهو يحرم فيحرم أكله كما أن فيه أي الخنزير من الطبائع الدنيئة الذميمة مما ليس في غيره فلذلك حرم على من حافظ على نفسه من ذميم الأخلاق فأخلاق الخنزير أخلاق ذميمة فهو لا فهو يرضى ويقر الوقوع على أنثاه ولا يأكل إلا الخبائث أو في عادته يأكل الخبائث وأما مهمة أهل لغير الله فهذا ظاهر لأنه ذبح لغير الله عز وجل وجه لغير الله فكان خبثه خبثا معنويا لتأثيره على النفوس والأخلاق أهل لغير الله كان ذلك تعلق بذلك الإله وحفظ لمقام التوحيد والذي أمر الله عز وجل بحفظه فهذه أيها الأخوة لا حصر هذه المحرمات ثم قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه من اضطر إلى أكل هذه وهذا من توسيع الشريعة أنه لم يحرمها قطعا وإنما حرمها في الأصل فمن اضطر إليها غير باغ يعني غير متعمد فلا حرج عليه غير باغ على الحكم ولا عاد متعمد عليه فلا إثم عليه ثم قال الله إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذه أيها الأحبة هي غرضها هي غرض الآيات السابقة إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات لكن هذه تلك في يعني توعد على التكذيب وهذه على التكذيب في التشريع تلك على التكذيب فيما أمر الله تعالى به اتباعة وهذه في التكذيب على ما شرعه الله عز وجل من الشرع فلذلك اجتمع هنا التهديد للمكذبين في الأصل ولمكذبين في الشرع أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار وهذا تأكيد في جزائهم في الآخرة ثم ذكر الله تعالى خاتمة الجزء الأول من السورة السورة فتحت بالحديث عن القرآن واختتم الحديث في الجزء الأول عن القرآن بقول الله عز وجل بعد هذا البيان وهذا التبيين والتوضيح قال الله ذلك كله لأن ذلك قد تشير إلى ما قبل الآية والله أعلم وتشير إلى السورة كلها وهذا من أسليب القرآن في تعدد المعنى ذلك البيان بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي بعد ذلك لفي شقاق بعيد فهو هنا قد فصل الحديث معهم وانتهى الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فمن أراد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد فليكفر فليكفر فهو في شقاق بعيد وسيلقى جزائه عند الله عز وجل فهذا وجه ختام هذا القسم الذي قلت لكم هو قسم في تأسيس العقيدة وقسم في تأسيس الشريعة فهذا نهاية القسم الأول هذه الآية أيها الأخوة التي افتتح الله تعالى بها القسم الثاني من السورة آية والله عظيمة وهي تسمى آية البر قول الله عز وجل يا أيها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم قال ولكن البر هذه الآية أيها الأخوة جمعت ثلاثة أصول لاحظوا جمعت ثلاثة أصول أصول الإيمان وصول الأعمال وأصول الأخلاق يعني جمعت الدين كلها جمعت أصول الإيمان وأصول الأعمال وأصول الأخلاق تأملوا معي هذه الآية أولا غرضها جاءت هذه الآية كالحلقة حلقة الوصل بين القسم الأول بناء العقيدة وقسم الثاني بناء الشريعة كحلقة الوصل يعني هذه حلقة ويؤكد ذلك أنها جمعت ما سبقها وجمعت ما سيأتي بعدها في هذه الأصول أصول الإيمان قبلها أصول الأعمال والأخلاق بعدها فتأملوا ذلك جيدا وقد يعني ذكر ذلك بعض الأئمة قال شيخ الإسلام تيمين رحمه الله تعالى وهذه الآية عظيمة جليلة القدر هذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آي القرآن من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمور الدين ليس هذا البيان من شيخ الإسلام بالأمر السهل لأن شيخ الإسلام ممن رسخ رسخ علمه في كتاب الله عز وجل فعرف الآيات التي دلت على عظمة اجتملت على عظائم في الدين هذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان فنزلت روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان فنزلت وقال تلميذه شيخ ابن القيم رحمه الله تناولت هذه الآية الخصال أو تناولت هذه الخصال في هذه الآية جميع أقسام الدين جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمسة وأخبر سبحانه عن أنها أن هذه أنها هي خصال التقوى بعينها فما أعظم هذه الآية وما أعظم التأمل فيها ولولا ضيق المقام والوقت لا فسحنا الحديث فيها وتحدثنا بها بطولها لكن لعلنا نأخذ ما يهم في ذلك هذه الآية أيها أخوة تدئت بالحديث قول ليس البر أن تول وجوهك قبل المشرق والمغرب فهذا يقرر حقيقة في الدين ما هي يقرر حقيقة من حقائق الحقيقة في الدين أنه أن الدين ليس مجرد مظاهر رسوم أن الدين ليس مجرد مظاهر رسوم وإنما هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس من الأعمال والأخلاق هذه حقيقة من حقائق الدين ليس المقصود مظهر ليس المقصود من هذه الصلاة هي الركوع والسجود والقيام والتسليم لا أبدا إنما هذه هي هيئة لكن في داخل هذه الهيئة هي حقيقة الصلاة وهي هذا القلب الذي يعظم الله ويخشع لله عز وجل ويكبر الله تعالى فكل مظاهر الدين على هذا الوجه الدين ليس مظهر فقط ولذلك لو رأينا إنسان قد أعفى لحيته وأقصر ثوبه ليس هذا هو الدين الدين هو الأخلاق والأعمال والإيمان الإيمان والأعمال والأخلاق فإن كان هذا الرجل قد حمل هذه الصفات الثلاث بما فيه الظواء الظاهر فلا شك أنه قد كمل دينه أما خلاف ذلك ولهذا نجد يا أخواني وهي مسألة مهمة أحيانا تجد من هو ظاهره الصلاح خلاف الواقع الواقع والواجب تجد في أخلاقه قسوة ومخالفة للدين وربما جرى على محارم الله لا يحكم عليه بالدين بهذا الوجه بل والله قد يكون ذنبه أعظم من ذنب الذي ليس ظاهره الصلاح لأن هذا سيسب للدين لأنه بمظهره الصلاح فلننتبه لهذا أي الأخوة فإنه أمر جلي عظيم قد يلمز بالدين بسبب هذا الرجل الذي قد أظهر صلاحا في ظاهره وأخفى في باطنه خلاف ذلك وهذا من صفات المنافقين لماذا عبر الله بالبر هنا عن هذه الأصول كلها لأن البر اسم جامع للخير كله البر اسم جامع للخير كله وهو دال على تحقيق الكمال دال على تحقيق الكمال طيب قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه أصول الإيمان هذه أصول الإيمان ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في أصول الأعمال وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة هذه أصول الأعمال ف ذكر قال صاحب المنار ذكر الله تعالى بعد أصول الإيمان أصول الأعمال التي هي ثمرته لاحظ ثمرة الإيمان الأعمال ثمرة الأعمال الأخلاق ثمرة الإيمان الأعمال إذا قوي إيمان الإنسان زاد عمله وثمرة الأعمال يتزكي الإنسان بأخلاق الحسنة والكمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حسن الخلق وفضله في قوله عليه الصلاة أقربكم مني منزل اليوم القيام أحاسنكم أخلاقا لأن هذه الأخلاق ما جاءت إلا بأساس إيمان وعمل ثم أخلاق فبيّن الله عز وجل فضل صاحب الخلق وأخبر بأن صاحب الخلق قد يسبق درجة الصائم القائم فدل على أن الخلق كماله دليل على كمال الأعمال ودليل على كمال الإيمان فلينتبه لذلك أيها الأخوة وليس هو الخلق فقط اللسان في حسن كلامه فقط للناس بينما يغل في صدره الحق والحسد لا لا بد أن يتوافق القلب واللسان كله قال الله عز وجل وآت المال على حبه هذا يعني ملحظ دقيق في قوله على حبه للدلالة على أن الإنسان يؤتي المال بطواعية ورغبة يؤتي المال على حبه فمن أتاه فمن آت المال مع أنه يحبه فلا شك أن ذلك دليل على صدق إيمانه دليل على صدق إيمانه وبدأ بإتاء المال لماذا؟ قبل الصلاة يعني قدمه على الصلاة والصيام في آخرها قالوا أقاموا الصلاة وآت الزكاة لماذا؟ قدم المال أيها الأخوة لأن أهم أنواع البر المتعلقة بالخلق بعد الدين البر بالمحتاجين المتعلقة بالخلق بعد الدين هو قضاء حاجات المحتاجين ثم أيضا أنه من أولى ما ينبغ الاهتمام به بعد الإيمان فيما يتعلق بقيام المجتمع المسلم وتقوية أواصره وعراه هذه السورة كما قلت لكم في تأسيس المجتمع المسلم فقدم هذه الصفة تحفيزا للنفوس عليها لأن إقامة الصلاة قد فرضت في مكة فتقديمها هنا لا حاجة إليه فالحاجة إلى ما يعزز في نفوس المسلمين في بدء نشأة الدولة المسلمة تقوية أواصرهم وتكاتفهم وقيام هذه الدولة ثم قال الله عز وجل تلمال على حبه ذوي القرباء والمراد بذوي القرباء من هم؟ هم الذين يقربون من الإنسان بولادة الأبوين أو ولادة الجدين هم الذين يقربون من الإنسان بولادة الأبوين أو ولادة الجدين يعني أصوله وفروعه أصوله وفروعه أصوله الآباء وأفروعه الأبناء هؤلاء هم ذوي القرباء ويدخل في هذا من جانب الأبوين الإخوة والأخوات والمقصود بهم هنا هم المستحقون للنفقة والحاجة فهم أهم أحوج ما يكون في الإيتان ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرباء أو ذي الرحم صدقة وصلة فأكد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الإحسان إليهم ذوي القرباء يورث مودة وتوثيقا لأواصل المحبة والقرباء فكل شيء يوثق القرباء بين ذوي القرباء ذوي الرحم فهو مشروع بهذا المقصد العظيم الذي رعاه الإسلام في كثير من شاعره أما الأصناف الباقية هم اليتامة والمساكين والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب فتخصيصهم لأنهم أحوج الناس للكفاية لضعفهم وعجزهم وانقطاع أمرهم وحصول سبب دافع لإيتامهم والمال والمقصود الأعظم هو الأمر بإيتاء المال هو رفع شأن هؤلاء قضاء حاجاتهم وتقوية رابطة المجتمع المسلم التي قصدها الإسلام أصلا في أصوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه سائر الجسد بالسهل والحمى طيب وجه ذكر إقامة الصلاة وصيلتها بالبر لماذا ذكر الصلاة؟ إقامة الصلاة أيها الأخوة لأنها الركن الروحي في بناء الفرد والمجتمع فبعد أن الركن المادي في ما ذكر قبل ذلك بقي الركن الروحي الذي يعزز الركن المادي فاجتمع في ذلك البناء التام بناء جسدي روحي بناء مادي جسدي وبناء روحي قلبي فبذلك يكتمل بناء المجتمع المسلم بهذا الأمر فانظروا سر الجمع في هذه الآية بين هذين العملين وخص إقامتها كما ذكرت لكم في أول سورة ولم يقل يصلوا قال يقاموا الصلاة يعني قاموها على أكمل وجه كما أمر الله تعالى ورسوله طيب هنا سؤال قال الله تعالى وقاموا الصلاة وآت الزكاة ذكر الزكاة مع أنه قال وآت المال على حبه ذو القربان فهل هذا تكرار؟ لا ليس هذا تكرار وإنما المقصود هنا تأكيد فريضة الزكاة وأنها من الدين أصلا أما ما سبق فهو في الحديث عن النفقة يعني والصدقة والرعاية فضلا عن الزكاة والزكاة داخلة في الأول داخلة في الأول لا شك لكن الله تعالى خصها هنا لأنها ركن باعتبار ركنيتها وأنها من الدين فلعل الأول ممهد للثاني والله على ثم ذكر الله تعالى أصول الأخلاق ما هي أصول الأخلاق؟ قال الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهتان الصفتان هما أصول الأخلاق ويدل على ذلك أن الصبر أيها الأخوة فيه صفات عظيمة ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدين الصبر نصف الدين فدل على أن الصبر يتمثل الأخلاق يعني أخلاقا عظيمة أخلاقا عظيما فلذلك خصه وأما تخصيص الوفاء بالعهد ففيه مناسبة ما هي أنها تعريض ببني إسرائيل الذين لم يوفوا بالعهد وأيضا أن السورة كما ذكرت لكم تهيئة لما بعدها من التشريعات فكأن الله تعالى قال والموفون بالعهد الذي سيأتي بيانه سيأتي بيانه وقد جاء في السورة بيانه يعني هنا في السورة بيانه أمرين الأمر الأول التشريعات والأمر الثاني التكليفات بالقتال وغيرها فانظروا هذان الأمران جمع هذين الأمرين فالوفاء بالعهد يوافق التشريع والصبر يوافق التكليف بالجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وآيات طالوت ونحوها فما أعظم هذا الترتيب وهذا البناء قال الراغب لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل ومن وجه جامعا للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ فضيلة وأخلاق إلا وللصبر فيها أثر بليغ ولذلك هنا غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد قال الله والصابرين في البأسة ما قال والصابرون والموفون بعهدهم قال والصابرين لماذا غير الإعراب هنا مع أنه معطوف على الموفون إشعارا بأهميته وعظمته وأنه أساس لذلك كله وأنه أساس لذلك كله وهذه لفتة مهمة في كتاب الله عز وجل فتغيير الإعراب هنا على الحكاية إشعارا بأهمية الصبر وأنه ذو منزلة عظيمة جامعة لما قبله الإيمان لا يكون إلا بالصبر والأعمال الصالحة لا تكون إلا بالصبر والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالصبر فكان الصبر أهمها ولذلك ختم الآية به وغير إعرابه غير إعرابه إشعارا بأنه جامع لذلك كله وهو أيضا دال على ما ذكرنا قبل قليل أنه دال على ما بعدها من التشريعات ثم ذكر أنواع الصبر الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس المقصود بالبأساء من البؤس وهو الفقر وهو نحو المكروه وهو في شدة المال وهو غالب في أحوال الناس عامة والضراء هو شدة الإنسان مقابل نعم الصابرين في البأساء والضراء في البأساء وهو سوء الحال والضراء شدة الحال على الإنسان مشتق من الضر والضرر ويقابلها السراء فهو البأساء الفقر والضراء شدة الحال في الضرر فأي ضرر الإنسان قد يكون في مرض هذا يحتاج إلى صبر أما البأس فهو في فقر قلة مال وحين البأس ما المقصود بحين البأس الحرب والقتال ولهذا اجتملت السورة على ذلك فيما بعد ثم ختم الله الصفات بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إشارة إلى علو منزلتهم في الصدق لاحظوا قال أولئك الذين صدقوا فأعظم الصدق كمال الصدق في التحلي بهذه الصفات وكمال التقوى في التحلي بهذه الصفات فهتان الصفتان الصدق والتقوى مجتمعتان في هذه الخصال ولذلك قال الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لاحظ أما الصدق فهو في الامتثال الصدق في الامتثال والتقوى في الاجتناق لاحظوا كيف جمع بينهما مما يدل على كمال أمر هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات ولهذا أعاد اسم الإشارة هنا فقال هنا أولئك هم أولئك الذين صدقوا وقال وأولئك هم المتقون للدلالة على كمالهما في الوصفين ثم ابتدأ الله الحديث في الأحكام مباشرة جاءت الأحكام مباشرة ما هي الأحكام التي افتتح الله تعالى وابتدأ بها أهي الصلاة أو الصياب أو الحج أو الزكاة كل ذلك لم يبتدأ الله عز وجل به وإنما ابتدأ بأحكام القصاص لاحظوا حكمة الإلهية العظيمة في افتتاحها الله عز وجل هنا بالقصاص قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم قصاص يعني أول تشريع في السورة أول تشريع في السورة تشريع القصاص جاء بعده الصيام ثم بعده الحج ثم أحكام الأخرى بتعلقة بالأسرة ما السر يا ترى هل القصاص أهم من الصيام وهم من الحج لا وإنما أيها الأخوة السورة كلها في بناء المجتمع المسلم والدولة المسلمة ترسيخها وتثبيتها لإقامة الدين وكيف يقوم الدين لا يقوم الدين إلا حين يلتأم الأمن وتستقر الحياة كيف يقيم الناس دين الله وهم على خوفهم في أنفسهم ما أعظم حكمة الله والإخوة في هذا الافتتاح أن الله أراد أن يحفظ حياة الناس أولا قبل أن يشرع لهم التشريعات كأنه يقول حياتكم أولا فهل تقيمون ديني بعد أن أقيم لكم الأمن والله إن هذه الآية أخواني يعني تحتاج مننا إلى تأمل ووقفة في حكمة الله ورحمته في أن الله تعالى أراد هنا استقرار الأحوال وتوتد الأمن ليقام الدين على أكمل وجه أرأيتم أيها الأخوة كيف هي حال الدول التي يضطل فيها الأمن من الدول المجاورة والله يا أخواني إنهم لا يستطيعون إقامة الشعائر الظاهرة أحيانا من الصلاة كثير منهم لا يستطيعون صلي في المسجد ليش؟ يخشى التفجير كم فجر من مسجد في العراق، في الصومال، في باكستان كم نسمع؟ خلال هذه السنة فجر عدد من المساجد بمن فيها من المصلين أرأيتم كيف أن إقامة الأمن واستقرار الأمن سبب لإقامة الدين؟ فهذه الآية دليل صريح ظاهر على العناية الإلهية قبل العناية البشرية بأمر الأمن واستقراره وأنه السبب الأول لإقامة دين الله عز وجل والله ما أعظم الله حينما عنا بذلك وما أعظم أن يقوم الإنسان بشكر الله عز وجل بإقامة دين الله يوم أن يبقى مستقرا قد وفر الله تعالى له أسباب العيش التامة ولهذا أيها الأخوة تأملوا افتتحها الآيات قوله يا أيها الذين آمنوا ثم قال كتب عليكم القصاص كتب يعني فرض وأوجب عناية بكم وبحياتكم وبأمنكم الكتابة هنا ليس هي الفرض بمعنى المتعين على كل شخص أن يقيمه لا وإنما هو القصاص إذا وقعت واقعة من قتل أو نحوة تحتاج إلى إقامته فليس كمثل كتب عليكم الصيام وإنما هو لإقامة هذه الشعيرة وهذه الفريضة وهذا الحد إذا استدعى ذلك حدث لزمه والمقصود بالقصاص ما هو المماثلة والمساوات المماثلة والمساوات في القوة ولذلك عدي بفي لتضمنه معنا المساوات والتعبير به أي لحبة القصاص الذي يعني المساوات والمماثلة يفيد ماذا؟ يفيد إظهار حكمة الإسلام في التشريع وهو إقامة العدل والمساوات بين النس في حفظ حقوقهم ليس هناك فرق في الإسلام بين غني فقير ورئيس ومرؤوس في حق الحياة كلهم سواء عند الله عز وجل ليس هناك فضل في الإسلام لرئيس على مرؤوس ولا لذكر على أنثى كلهم سواء في حق الحياة فمن اعتدي عليه فيعتدى على من اعتدى عليه بالقصاص ولو كان غير مكافئ له في الجنس من ذكر وأنثى أو في المنزلة بين رئيس ورؤوس أو ضعيف وأغني وفقير وما أعظم هذا في حكمة الله وشرع الله الذي يثبت لنا حقاً أن هذا الدين دين الله عز وجل أقامه لعباده المؤمنين سوياً أو عباده سوياً ولاحظوا أنه هنا ذكر الأنتى ولم يذكر الذكر لماذا؟ قال والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ولم يقوي الذكر بالذكر من يذكر للسر؟ من لم يذكر حق الرجل؟ أهو أقل منزلة من المرأة؟ أولاً قبل أن نجيب هذا دليل صريح عظيم على عناية الله بالمرأة بأنه ذكرها ونص عليها ولم نص على الرجل هذا واحد أما عدم ذكر الرجل فلماذا؟ لأن حكم القصاص للرجل في الجاهلية معروف يقيمون حقه إذا قتل الرجل قتل رجل وزيادة لكنه إذا قتلت امرأة لا يقيمون حقها فأقام الله حقها صريحاً هنا وذكرها بالخصوص لأنها مما أبطله وأزاله أهل الشرك أهل الجاهلية أرأيتم كمال هذه الشريعة؟ وأن هذه السورة تمحص ما أبطله وأزاله وحرف فيه أهل الكتاب والمشركون وهذا ظاهر في كمال شريعة الإسلام ثم قال الحر بالحر مقصود التساوي وعدم التعدي والتجاوز دون إرادة الحصر ثم قال الله عز وجل رحمة بالأمة يعني من فضل الله وتخفيف هذه الأمة أن الله عز وجل شرع لها ما لم يشرع لليهود وهو العفو العفو في القصاص لم يكن من شريعة اليهود كانت القصاص عند اليهود حتماً لا عفو فيه وكان القتل عند النصارى عفواً فجاءت شريعة معتدلة متوسطة في ذلك قال الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم لاحظ كلمة تخفيف لأنها كانت قبلكم ليست مخففة فهذا إظهار لكمال الشريعة إخواني الكرام أريد أن أقول أمر أرجو أن ترعوا لسمعكم في هذه السورة لحظت فيها والله جلياً ظاهراً كما سيأتي وقد ذكرناه أن جميع الأحكام التي ذكرت في السورة فيها إظهار كمال شريعة الإسلام والتيسير فيها والتخفيف لماذا؟ بالذات هذه السورة بالذات مع أنه في سورة أخرى قد جاءت لكن ركز في هذه السورة بيان كمال الإسلام وبيان الرحمة والتخفيف ورعاية المحتاج ولماذا؟ لأنني قلت لكم تكراراً ومراراً أن هذه السورة في إعداد هذه الأمة في تلقي هذه الشريعة يوم أن نعرف أن هذه الشريعة فيها رعاية لنا وتخفيف وتيسير ورحمة والله ستتلقاها النفوس بكل طواعية كل امتثال وكل انقياد واستجابة لله عز وجل ولذلك قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فهذا رحمة الله تعالى بنا وكمال شريعته سبحانه وتعالى وتشريع العفو موافق لأصل من وصول الإسلام وهو إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فيها عفو فيه صلح هذا الدين بالذات أيها الأخوة بني فيها الصلح والعفو والصلح خير فلذلك شريعة هذا تكميلاً لهذه الشريعة وتحقيقاً لهذا الأمر طيب قوله تعالى فمن عفي له من أخيه تعبير بأخيه ماذا يفيد يفيد الترغيب بالعفو يعني كأنه يقول هذا أخوك أخوك المسلم فاعفو عنه لم يقل فمن عفي له من المقتول من وارث المقتول شيئاً قال من أخيه يحفزه ويدعوه لاستشعار هذه الأخوة فيعفوه ثم أيضاً ترغيباً بالعفو قال شيئاً مما يدل على ماذا على أن أي عفو من أي فرد من أفراد المقتول يسقط به القصص يعني لو قتل شخص عمداً وحق على القاتل القصص فأي فرد من أفراد ورثت هذا المقتول ورث المقتول لو عفى قال أنا عفوت سقط القصص يعني لا يلزم أن يعفو جميع الورثة أرأيتم رحمة الله وعنايته وحرصه على العفو لا شك أن هذا من كمال الشريعة حتى لو جاءت امرأة قالت أنا عفوت فلها الحق ويسقط القصص يسقط حد من حدود الله يسقط لأجل هذه المرأة ما أعظم حكمة الله وأعظم رحمة الله بنا في هذه الشريعة العظيمة الكاملة قال الله عز وجل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ما معنى هذه الكلمة هذه الكلمة وصاية من الله وصية من الله عز وجل وصية للعافي للعافي الذي عفى الذي يعفو لله الحق الورثة وصية له بالمسامحة ومطالبة الدية بالمعروف من غير تعنيف قال الله عز وجل فمن عفى له من أخيه الشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قد يكون العفو هنا يشمل القصاص أو يشمل الدية فلذلك يؤمر العافي ويؤمر الوارث بالمسامحة والمطالبة الدية بالمعروف من غير تعنيف وتشديد وإلحاح الله عز وجل كتبها وفرضها لك فلا تطالب فيها بشق الأنفس ثم وصى المعفو عنه بقوله وأداء إليه بإحسان وأداء إليه بإحسان يعني حث للمعفو عنه على أن يؤديها بإحسان من غير مماطلة وبخس ونقص وتأخير ففي ذلك ضبط لباب العفو ضبط لباب العفو حتى لا يكون مجال لأحد الطرفين في المراوغة أو المماطلة قال الله عز وجل نصا صريحا في التخفيف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وعطف رحمة على تخفيف ليؤكد أن شريعة الله عز وجل اجتملت على ذلك رحمة بكم وتخفيف عليكم فما أعظم هذا التعبير القرآني الكريم ولاحظوا أنه قال ذلك تخفيف من من ما قال من الله قال من ربكم أي رعاية من ربكم فالرب سبحانه وتعالى هو المصلح لأحوال عباده والناظر له بما فيه منفعتهم فهو رعاية منكم فاشكروه وأقيموا دينه كما أمركم ثم قال الله فمن اعتدى بعد ذلك المراد بالاعتداء هنا اعتداء ولي المقتول يعني الورثة فمن اعتدى بعد ذلك بأن يقتل أحدا من ورثتي من بأن اعتدى على القاتل بعد أن عفي عن أو اعتدى على أهل القاتل أين كانوا قال الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وإنما جاء بهذا أيها الأخوة قطعا لباب الاعتداء الذي كان في أمر الجهلية حيث كانوا يقتلون الواحد بالواحد يقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة فإذا قتل شخص من تلك القبيلة تلك القبيلة تأتي فتقتل ما شاءت واحد أو اثنين أو عشرة رأيتم حكم الجاهلية أين العدل أما هنا في شريعة الإسلام قال فمن اعتدى على حقه إن كان قصاصا فهو قصاص وإن كان دية فهو دية فمن اعتدى فله عذاب ينادون اليوم في الغرب بمعارضة حكم القصاص في الإسلام واستهزائهم وسخريتهم بذلك واستخفافهم بحكم الله عز وجل أن الإسلام يزهق الأنفس قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون من أحكم وأعلم بأمور الناس الله عز وجل أنك بهذا القتل تقطع سبيل الاعتداء على الآخرين كم أحييت أحييت الناس جميعا ولذلك قال الله فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فلا شك أنك بي فلا شك أنه بقتل هذا الرجل يمنع الناس جميعا الاعتداء ومن يجرؤ على القتل وهو يعلم أن مصيره القتل فقال الله عز وجل لكم حياة وهذه الكلمة أيها الأحبة يقال أنها أعظم كلمة بليغة جمعت معاني عظيمة عند العرب وإلا فكلام الله كله بليغ كله بليغ قال صاحب المنار محمد رشيد رضا في كلام جيد النفيس وقد بيّنت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى وعبارة لا تحاكى واشتهر بأنها من أبلغ آي القرآن التي تعجز في التحدي فرسان البيان ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الإماتة التي هي القصاص جعل في الضد وهو الحياة مقام ضده وهو الموت ونكر الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيم لا يقدر قدره لا يقدر قدره ولا يجهل سره إلى آخر كلامه النفيس في هذه الآية ولهذا قال يا أولي الألباب لما أنه كانت يعني ظهار حكمة القصاص وغايته يحتاج إلى نظر العقول ودقة التدبر لمعرفة المصلحة الباقية ليست المصلحة الحالية وهذه مسألة مهمة يا أخواني في التشريع أن التشريع لا ينظر إلى المصلحة الحالية ينظر إلى المصلحة المستقبلية الكاملة الواسعة التي تعم الناس جميعا فالإنسان إذا نظر إلى المصلحة الحالية الآن من غير نظر للعواقب يكون ذلك ربما يعني يتجرأ أو يتسبب له خطأا في صرفه وعمله ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون وهذا نظم للتقوى في السورة كم مررنا بكلمة التقوى في السورة كثير كل حكم رقوننا بالتقوى كما ذكرت لكم أنه ذكر في السورة التقوى ذكرت في السورة كم مرة خمسة وثلاثين مرة السورة هذه يعني كأنه عقد التقوى توثيقا للأمر تأكيدا عليه فما أعظم ما بنيت عليه هذه السورة نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر